هذه الزيارة للرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي إلى واشنطن كانت تعواقبها مباشرة على علاقته مع حلفاء بلاده والبرود سيد الموقف عاد زيلنسكي من واشنطن خالي الوفاة محاولاً أرجوع لأحضاد حلفائه في بروكسال فوجد الباب موسداً أمامه بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي فضلوا عدم وجوده بينهم كألمانيا وفرنسا تحت مبرر أن حضوره غير مفيد وغير مؤثر على سير المناقشات بشأن بلاده قادة الاتحاد الأوروبي كانوا يحتاجون إلى مساحة لمحاولة عقد صفقة مع أوربان الذي يحتفظ بفخر بعلاقاته مع روسيا ثلاث محطات أخيرة للرئيس الأوكراني عكست بداية الانفصال البطيء بين أوكرانيا وأقرب حلفائها لاتحاد الأوروبي انفصال يطال أهم مطالبات زيلنسكي من حلفائه دعم أوكرانيا عسكرياً من واشنطن إلى الأرجنتين ثم بروكسال تحركات أفشلت مساعي كييف إلى الحصول على مساعدات مالية بقيمة خمسين مليار يورو أما الحليف الأوثق لأوكرانيا فيبدو أن إدارة بايدن تواجه ضغطاً كبيراً داخل الكونغرس وفق بلومبرغ بسبب مساعدات بلاده الضخمة لأوكرانيا زيلنسكي منذ أيام الحرب الأولى على بلاده سعى إلى مطلبين أحدهم انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي والثاني استمرار المساعدات المالية لبلاده والأهم لزيلنسكي وفق بلومبرغ أن لا تتخلى أوروبا عنه لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر